الجاهة دي بقى مفاجأة مفاجأة المفاجآت خبر حصري خبر مجاز زيه لو لولكو ده خبر غير متوقع بالمرة خبر ستتناقلوا وسائل الاعلام العربية والعالمية وفل حتة في الدنيا النادي الاهلي قرر قرر عدم التجديد لانتوني مودست النادي الاهلي قرر عدم التجديد لانتوني مودست بالمناسبة القرار مش عشان مطش الزمالك ده من قبل كده كان النادي الاهلي واخد هذا القرار من حوالي شهر تقريبا يعني وبلغ مارس الكولر بالكلام ده مارس الكولر موافق ووكيل اعماله كمان عرف بالامر يعني مودست هينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري كان فيه في العقد باند يسمح للنادي الاهلي انه يجدد له موسم اخر يعني لو كان مودست ادى اي شيء مع النادي الاهلي فطبعا انا من شوية كنت بهزر انا بقول لك خبر حصري ومفجأ وابتعش ان بعد كده الناس يقول لك كريم بيقولوا بعد كده تلعى الخبر عادي اكيد ده اسقاط اكيد ده هزار عشان مودست سيء جدا بالمناسبة يعني وانا عادة بالمناسبة برضو لا انتقد لاعب بشكل مبالغ فيه وبقول دايما انه كل لاعب عنده له وعليه وساعات بيقدي كويس وساعات ما بيقديش كويس فمش محتاجة مبالغات في الانتقال بس مودست بيقاله شهورة هو مفيش ايه امارة مفيش ايه حاجة مفيش ايه ده لدرجة انه لما بيلمي سكورة بنقول الله هو اكبر مودست لما سكورة مفيش كده عبدا لان مهاجب فرنس ده المفاجأة في ايه بقى وانا بفرج النهاردة على بروسيا دورتموند اللي صعد لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا لما كسب قتلتكم مدريد النهاردة اربعة كسبوا مربعة حتى سرح كده بخيالي يونه ريسود ده بروسيا دورتموند ده يا جماعة كان من عشر شهور بس المهاجم بتاعه كان انتوني مودست الفرقة اللي كان بتطلع ناري النهاردة دي اللي كسبت اتلتك اربعة اللي وصلت لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا كان معاهم من عشر شهور الراجل المهاجم بتاع النادي الاهلي ده اللي لمس الكرة مرتين بس في 45 دقيقة انبارة قدام نادي الزمالك كان مهاجم في الفريق يا سبحان مغاية الاحوال ما برضو بالمناسبة يعني انا وانا بنطقد انتوني مودست ما بقدرش اقول اوي يعني ان الاهلي عمل حاجة غلط او جريمة او ازاي تجيب انتوني مودست ما برضو الاهلي راح اشترى مهاجم بيلعب في بروس دورتموند واصيف الدول الالماني الموسم اللي فات واحد من اكبر فرق اوروبا وكان لسه شغال يعني انتوني مودست كان لسه شغال يعني وبيجيب اهداف مع دورتموند فانا كاهلي اتلامي ازاي انا عملت ايه غلط انا جاي مهاجم فرنسي وبيلعب في بروس دورتموند وكان بيشتغل وبيسجل اهداف ايه بقى انا عملت ايه غلط فبرضو يعني الراجل اتغير مش هو مش هو دي نسخ تأليد مش هو اكيد حدا يقول لسه برضو كيبير 35 سنة ما هو مش قاد لا ما هو ديه عشر شهور فاتوا هم يعني مش من سلاتين تلات مش عشر شهور فجأة ما بقاش موجود اختفى فبرضو غريبة بصراحة يعني مهم يعني انتوني مودست مش مكمل مع الاهلي وده طبعا خبر متوقع موسيقى